بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتلكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم جميعا أعزائي الطلاب معكم الأستاذ عبد العزيز الغصاب وبإذن الله درسنا اليوم عن المهارات الحياتية للأطفال في المدرسة درسنا الأول سيكون عن وسائل التواصل الاجتماعي طيب زي ما تعلمنا ودرسنا في حصصنا الماضية عندنا مجموعة من البرامج التي تسمى ببرامج وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي إيش معناها؟ معنى هي برامج تساعدنا على التواصل والتفاعل مع الآخرين باستخدام التقنية طبعا علشان تقدر تستخدم مثل هذه البرامج لابد أن تكون تملك أحد الأجهزة مثلا اللوحية أو هاتف محمول أو حاسب آلي علشان تقدر تستفيد من خدمات برامج التواصل الاجتماعي التي تعلمناها أول برامج وسائل التواصل الاجتماعي برنامج اليوتيوب برنامج اليوتيوب أحد البرامج المعنية بالتواصل الاجتماعي برنامج يمكننا مشاهدة متابعة الفيديوهات والمشاهد المصورة من خلالها تطبيق الواتس أب هو تطبيق يساعدنا على التواصل والتحدث مع الآخرين باستخدام المحادثة أو الكتابة نستعين بالجهاز نستخدم هذا البرنامج ليش؟ لكي نتواصل مع الآخرين باستخدام المحادثة والكتابة النصية طبعاً ممكن نستخدم الكتابة النصية في تطبيق مثل الواتس أب ممكن نستخدم حتى المحادثات أو المكالمات الصوتية أو الفيديو برنامجنا التالي هو برنامج الانستجرام برنامج الانستجرام أعزائي الطلاب هو برنامج يعنى بمشاركة الصور من خلال تطبيق الانستجرام تطبيق الانستجرام هو شكل من أشكال وسائل التواصل الاجتماعي يقوم فيه الناشر أو الشخص الذي يريد أن يضع صورة يستخدم تطبيق الانستجرام يضع هذه الصورة يشاركها مع ما يسمون بالمتابعين أو الأشخاص الذين يبادلون العلاقة التشاركية يعني هي مسألة تواصل عندنا تطبيق آخر هو تطبيق السناب شات تطبيق السناب شات هو تطبيق أحد أشكال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي نستخدمه لمشاركة الآخرين فيديوهات وصور مستخدمين تطبيق سناب شات تطبيقنا الأخير تطبيق تويتر تطبيق تويتر زي ما ذكرنا أعزائي الطلاب هو تطبيق يعنى بي أو يساعد في مشاركة الآخرين بعض الصور والعبارات مثلاً والأخبار باستخدام تطبيق تويتر طيب رح نستعرض معكم هنا أعزائي الطلاب عندنا هنا بعض من وسائل التواصل الاجتماعي اللي تكلمنا قبل شوي وعرفنا فيها أولها تطبيق اليوتيوب زي ما هو واضح قدامنا تطبيق تويتر زي ما هو واضح قدامنا تطبيق سناب شات زي ما هو واضح تطبيق الإنستجرام تطبيق الواتس أب هذه كلها برامج يمكننا استخدامها ممتاز هذه كلها برامج وسائل تواصل اجتماعي نستخدمها من خلال جهاز لوحي يمكننا تصفح هذه البرامج يمكن نستخدم جهاز لوحي مثل الآيباد وممكن نستخدم الهاتف الجوال علشان نتصفح وسائل التواصل الاجتماعي يوتيوب التويتر سناب شات انستجرام what's up طبعا علشان نحصل على هذه البرامج نحتاج زي ما ذكرنا في المقام الأول أن يكون لدينا جهاز لوحي يساعدنا على استخدام هذه البرامج جهاز لوحي هاتف جوال أو حتى على الحاسب الآلي يمكننا تحميل ومشاهدة ومتابعة هذه البرامج واستخدامها أو الاستخدام البعض منها ليس كلها من خلال أحد أشكال التقنية للحصول واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي اللي ذكرناها طيب عندنا هنا عزيزة الطالب عزيزتي الطالبة نشاط هذا النشاط زي ما هو واضح قدامنا عندنا مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي عندنا تويتر سناب شات انستجرام واتس اب يوتيوب نبغى نوصل كل شكل من أشكال أو كل صورة من صور وسائل التواصل الاجتماعي المذكورة عندنا مع اسمها الموجود على العمودة والقائمة الثانية هذه فرح نبدأ في البداية تطبيق هذا إيش؟ تطبيق تويتر طيب أين توجد عبارة تويتر في الخانة هذه هل هي هذه العبارة؟ أم هذه العبارة؟ أم هذه العبارة؟ أو هذه العبارة؟ أو هذه العبارة؟ أحسنتم تطبيق تويتر عند هذه الجملة طيب تطبيقنا الثاني تطبيق سناب شات أحسنتم وين توجد؟ كلمة سناب شات عندنا في الجهة المقابلة هل هي هذه؟ أو هذه؟ أو هذه؟ أو هذه؟ أحسنت أحسنت أزيزي الطالب عزيزة الطالبة ما شاء الله هذا هو تطبيق أو عبارة سناب شات عرفنا أولا التويتر بعدين عرفنا سناب شات طيب تطبيقنا التالي إيش هو؟ عزيزي الطالب عزيزة الطالبة طبعا انستجرام طيب وين عبارة الانستجرام من الجهة أو العمود الثاني؟ هل هي هذه العبارة؟ أو هذه العبارة؟ أو هذه العبارة؟ أحسنتم هذه الجملة أو هذه العبارة انستجرام هي على هذه الصورة طيب صورتنا التالية رح تكون تطبيق أي شيء أحباهي الطلاب؟ أحسنتم تطبيق الواتساب طيب تطبيق الواتساب نبقى نعرف هل هو هذه العبارة؟ أو هذه الجملة؟ أو هذه الجملة؟ هل هي الجملة الأولى؟ هذه؟ ولا الجملة هذه؟ أحسنتم هذه جملة واتساب هذا تطبيق الواتساب ربطناه مع الجملة المناسبة له عبارة واتساب طيب عندنا تطبيقنا الأخير تطبيق أي شيء أعزائي الطلاب؟ نعم اليوتيوب طبعا اليوتيوب زي ما هو متبقي عندنا هذه العبارة فرح نوصل اليوتيوب مع عبارته أو جملة الصحيحة أتمنى بإذن الله أن نكون وفقنا اليوم في تقديم مهارات تناسب قدرات أحبابنا عزائينا الطلاب نلتقيكم بإذن الله في درسنا القادم إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة